بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعدة برقياكم السابعية قناة متبخ المؤمن واليد اليوم ان شاء الله سنحضر منها بعد وحد وصفة اللي هي عبارة على غريبة تلعفونا الغريبة تلعفونا الغريبة تلعفونا حلوة تقليدية معروفة ان شاء الله سنحضرها بطريقة جد مبسطة كانت تتجي رائعة جدا اشتركوا في القناة والوصفات كانت تمنى لكم فرجة ممتعة بالنسبة للغريبة فنحتجوا على البركاته الوحد 500 كرام ديال الطحين خاص بالحلوية عندي هنا 150 كرام ديال الزبدة بحرارة غرفة ممكن لكم استعملوا اي زبدة اي العادية والمارغارين يعني اللي موجود عندنا عندي كاس ديالعنبة ديالزيت كاس ديالعنبة ديالزيت عندي هنا عندي هنا جزمع الكبار عفوا ان ربعت المع الكبار ديال اللوز اللي حمرته شوية وهرمشته يمكنكم تخليوا غيرها كاكون كاسي ولا تطحنوا ايما تطحنوا مزين تنيلوا او تخليوا كون كاسي عندي هنا عندي هنا كاس ديالعنبة ديالزيت السكر كاس ديالعنبة ديالزيت السكر الكاس وزنه 150 ملتر كاس وزنه 150 ملتر وعبرنا الزيت وعبرنا السكر هناك كاس الزنجلان تقريبا 1 سطل مع رقبار الزنجلان معلقة صغيرة السمن معلقة صغيرة القرفة 20 جرام الخميرة الحلوية وقبيصات الملح وقبيصات الملح وقبيصات الملحة بالنسبة للطريقة فهي سهل جدا فننضيف الزبدة ونحاول على بركة الله نخدمه بالأصابي يعني كمية الزبدة نحاول ندخلها في الطحين لدينا 500 جرام يعني 1 كيلو وعندنا 150 جرام نضيف الزبدة ونحاول كيف مما قلنا نخدمه بالأصابي يعني نحاوله من عجنوش فقط نخدمه بالأصابي يعني كيف مما تشوفوا معي أخوتي من بعد مدخلت الزبدة فأنا سوف نحاول على بركة الله نضيف المعرقة السمن لدينا نحاول نضيفها الخالط بالنسبة للسمن والسمن الان لدينا لا تضيفه وعندما أصبحت أصابي أن المعرقة السمن ومن ثم أرتكب نضيفه 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 سكر فانيلا واحد الملاحظة كانت قرفة مسكة حرة مسكة حرة إذا كانت موجودة عندنا نضقها مع شوية سانيدة ونضيفها مع شوية سكر الخاشين ونضيفها سنضيف على بركة الله المكونات الأخرى ونضيفها كما نقوله نعجلها ونضيفها ونضيفها باقي المكونات وهي عبارة على سكر الخاشين كما قلنا كاس سكر الخاشين 150 جرام سكر سانيدة سكر الخاشين نقول أن المقادر باللغة العربية دائما نقوم برابطة الموقع اضيفه ونضيفه كما قلنا هنا لدينا اضيفة خلية بالقشرة يسخن ونضيفه 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 مهر نستطيع المعارقة الزنجلان أو السمسيم كما يعادي الكوب العنبة يكمقنا معلقة صغيرة القرفة نضيف المكوينات هذه نضيف الزيت نضيف المكوينة بالأطراف الأصابع لا نحاول نعجنه بالأطراف الأصابع نضيف المكوينة بالأطراف الأصابع نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت فنخلطه جميع العناصر في الأول جافة جميع المكونات جافة يعني نخلطه الضقيق مع الزنجلان الزكار كل شي المكونات واخر حاجة نضيفها هي الزيت ونخدمه بنفس التارقة يعني نحاول نخدمه قرب الأصابع دينا ده بغة نضيف اخر حاجة كنضيفها هي الخميرة دي الحلوة اولا البيكنج باودر كما قلنا عدنا 20 قرام يعني سوف يجيونا سوف يجيونا سوف يجيونا سوف يجيونا سوف يجيونا تعدد أكيس دي الخمير مفئة 7 قرام فهو ههو ههو فقط قم أرشا طفح يساب هنا كيفما تشوفون معي أخواتي من بعد نجمهة الخارية الداري كيفما تشوفون فأنا غضي نحاول على بركتي الله ناخد واحد تقريبا واحد من يقدر مي معي و bunchنج عندنا و ندرك الكف و ندرك كف هذا و نحر بها لدرن الغريبة فى نفس الحجم يكون Tratéنف نعم ن Archives ننزلهم في لطة لتكون مدهونة بشوية تعزيت يعني ناخد واحد كلينيكس نضيره في شوية تعزيته نضيه بلطة ديالنا او نضيره بباسي الفوريزي بحلاكة نعود معكم لدينا بركتي الله نحاول نشكل كيف تشوفوا معي هنا بالكف ديالي نحاول نقوّرها بحلا غادي نعطيها وحلا غا نقوّرها بالكف ديالي هاكا هانتما كيف تشوفوا انا غادي نكمل نفس العملية من الباقي العجين اللي عندي ونطلقا باش ندخلوها لفران هنا كيف تشوفوا معي اخواتي بنبعد مشكلة الغريبة ديالنا فادي ندخلها الفران انا فران سخنته من قبل يعني خلسوا يكون سخون من قبل سوف ندخلوها فيما تطيب لنا من الفوق ولا انا من ندخلوها نحاول نقص العافية يعني الميليمو 1-170 دراجة نحاول نخلوها تطيب لنا من الفوق حتو كان تشقق سافي وضح انتهي ورطوه مع البل انا ضغيقة ضغيقة طيبة ضغيقة طيبة ونهبطوها من تحت عود ثاني ما هاتتخضينا حد 15 دقيقة في الفرم ورطوه معها بزاف البل ندخلوها الفوق يعني حتو كان تشقق وتشعلوها من التحت كيف ما كنتشوفوا معي اخواتي نحن البحلة ديانا من بعد ما خرجناها مالفورم كيف ما قلنا انها كتطيب على عافية ميلة ندخلوها الفران يكون سخون من قبل مني ندخلوها نحاولو نشعل عليها الفوق مني نشعل عليها الفوق يكون شوية ناقص يعني نقصوا شوية الحرارة حتو كان تبالينا بدتك تشقق سوف ننهبطوها للتحت تتجرائعة جدا وكما تنقلو بحلة كتطيب في الفون في عنادي يعني ما فيها شتمارة بزاف كنعرفوها من البحلة تعد بكري كندلق يا مدلق كنقا ندلقو فيها ندلقو فيها هذه دباك كما تشوفوا ما دلقناها موالو كيلتي بيتها لكاملة كي يخدم بها حنا ما بيتناها موالو يعني كيف شوشتوا معي هناك طريقة سهلة جدا مبسطة وتنحصل على بحلة كيف ما كتشوفوا معي هنا يا أخواتي مشقة وهشيشة بزاف نروح للملاحظة أنا أنا مني نخرجها من الفرن نخلي واحدة تبرد والبهلة قد ما بردت قد جيم زيانا يعني أنا طيب سادبا ضغطت لي نلقاها يعني أحلى وأحلى يعني قد ما بردت يكون أحسن إن شاء الله لا تبعتون نصة إحماية وهذا تحصلوا على واحدة البهلة اللي هي ناجحة وبلا تمارا بلغة البلد ليك يعني تدجي رائعة جدا إذا أردتكم الحلقة تحت اليوم دروا راك الفيديو اشتركوا في القناة ديلي باش وصلوا الجديد الوصائفات دمت في عيات الله وحفظي إلى حلقة مقبلة بحول الله خلط لكم الراحة اشتركوا في القناة